كل اعمالك العمل لولاد الحلال اللي برست فيه وعطيتنا شخصية مغايرة جدا للشخصيات اللي تعودوا عليك من خلالها المشاهدين بالنسبة لك ولاد الحلال يعتبرك اضافة لمسارك الفني طبعا هو اضافة كما كان اضافات اخرى في كل مرة عندنا تجربة وانا دايما نقول باللي اي عمل يقوم به يعني الممثل وكل ما يكون عمل جديد هو تجربة جديدة وش هو الشي اللي خلى ولاد الحلال ينجح نظن باللي ولاد الحلال ينجح لانه طبعا كان ينسيريتي دون الجو سيسترس سداقية في التمتيل الموضوع اللي ترقوله هو نظن باللي موضوع اللي مش متعود للجمهور الجزائرية او الجمهور متاع المستسلات او الدرامة الجزائرية مش متعود بهذا اللي تم يعني بهذا المواضع ربما قص صلب المجتمع المجتمع لفئة من المجتمع مش مقوش على المجتمع ولكن ترق الفئة معينا في المجتمع الجزائري اللي ربما ما تبروها مهمشة يعني اللي عمرة ما ترقنا لها في مواضعنا يعني في افلامنا في الحريق ربما الحريق اللي كانت عنده نفس صح الحريق كان من الحاكي الواقع شعبي من من اه استدر من 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 في طن دون اللي صور نتعلم في طن الاجريان اللي ربما الحريق كان اقوى 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 مسلسل ولا اقوى فيلم اللي يتكلم على هاد 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 الفئة من لكن بعد الحريق ما مشفناش بزاف اعمال ربما كان اعمال اللي اللي ترقت يعني على فئة من الفئة دي ولكن بصفة واحدة اخرى بشكل اخر هنا الولاد الاحلال ربما اتطرق راح في عمق المجتمع وفي عمق الموضوع بحد ذاته